ننتقل بكم إلى الأردن حيث رفضت محكمة أمن الدولة دعوة قائمة من الشهود تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية الفتنة وأقيمت اليوم خامس جلسات المحاكمة للنظري في طلب هيئة دفاع المتهمين باسم عوضلة والشريف حسن بن زيد قبل أن تقرر عدم استدعاء الشهود وتحظى المحاكمة بمتابعة واسعة من الشارع الأردني بينما تجري جلساتها بشكل مغلق ينضم نايف المشقبم إلينا من عمان إذن نايف هل يعني أو ما هي الاعتبارات التي رفضت من خلالها قائمة الشهود شهود الدفاع فضيلة يعني وفقا لهيئة الدفاع وتحديدا المحامي محمد العفيف وهو الوكيل عن المتهم باسم عوضلة رئيس الديوان الملكي الأسبق فإن المحكمة عللت عدم الإجابة بقبول طلب الدفاع ولائحة الشهود لعدة أسباب أهم هذه الأسباب عدم الإنتاجية عدم القانونية وأن دعوة الشهود ستؤدي إلى تأخر إجراءات المحاكمة وقال المحامي العفيف وهو وكيل باسم عوضلة أن هناك أسباب عديدة ذكرتها هيئة المحكمة عندما عللت عدم إجابة أو قبول طلب لائحة الشهود من قبل هيئة الدفاع وأنها ضمنت هذه الأسباب في ملف الدعوة هذا من جهة من جهة ثانية النيابة العامة في الجلسة الخامسة اليوم اختتمت بيناتها وطالبت بإيقاع العقوبة القصوى على المتهمين وفقا للإجراءات القانونية ووفقا للقانون وأيضا هيئة الدفاع اختتمت بيناتها الدفاعية اليوم ويوم الثلاثاء القادم الجلسة السادسة القادمة يوم الثلاثاء سيتم تقديم بينات دفاعية خطية ليتم بذلك تختتم هذه البينات الدفاعية من قبل النيابة العامة ومن قبل الدفاع ثم تذهب هيئة المحكمة للمداولة لصدور الحكم في القضية عندما سئل المحامي العفيف عن موعد صدور الحكم فقال أنه سيكون بعد هذه الجلسة ولن يتأخر كثيرا ربما أيام أسبوع إلى أسبوعين سيكون هناك حكم في هذه القضية فضيلة هذه القضية أثارت الشارع الأردني أثارت الرأي العام الأردني الشارع ينتظر الكثير من التفاصيل ولكنه اليوم ينتظر في صدور الحكم الذي سيكون خلال الأسبوعين القادمين شكرا نيف المشاقبة في عمان